وفي رسالة استثنائية وهمة للشعب العراقي دع رئيس السيسي إلى التكاتف من أجل البناء والتنمية والمشاركة في الانتخابات من أجل اختيار من يمثل إرادته الحرة كما أكد الرئيس السيسي استعداد مصر حكومة وشعبا لتقديم الدعم والخبرات اللازمة للأشقاء في العراق بمختلف المجالات كما أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق فأقول إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافظ نحو تحقيق غد أفضل دولة رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم أيها الشعب العظيم أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعدد أعتبره ثراء كبيرا حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا ابن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول أيها الشعب العظيم يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام